موسيقى ايه زيكم لما كنت بفكر في الدروس اللي تعلمتها من جدتي لقيتني بفكر ان في بعض من الدروس دي برضو اتعلمتها من والدتي والتفكير الزيادة هداني ان برضو في دروس حلوة قوي 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 اتعلمتها من خلاتي لان في نهاية الامر والدتي واخوتها امتداد لجدتي وعدت افكر يا ترى ايه اهم الدروس اللي تعلمتها من خلاتي واثرت جدا 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 على شخصيتي وتكويني وحياتي والقرارات اللي اخدتها بعد كده في حياتي ولازلت بتبع نفس الاسلوب ونفس الطريقة في ان انا اخد قراراتي لقيتني مثلا اني اتعلمت الاراية وحب الاراية والشغف بان انا اقرأ اي مادة مطبوعة من خلتي واغلب الكتب اللي قارتها في حياتي الاولانية كانت الكتب بتاعتها هي كانت في بيت جدتي الكتب دي لكن كان السبب في وجود الكتب دي في المكتب عند جدتي يرجع الفضل دي لخلتي في بيتنا كان فيه كتب اغلبها كانت كتب دينية وكان في الفترة دي كانت كتب تقيل علي زي مثلا رياض الصالحين كل اجزاء فقه النساء لحسن سابق كل اجزاء تراجم سيدات بيت النبوة كتب عظيمة وجميلة وحلوة وقثرت فيها وقارتها كلها ولكن عند جدتي في مكتبة خلتي كان فيه نوعية تانية من الكتب كتب مصطفى محمود كتب عباس العقاد روايات يحيي حقي المنفلوتي مين تاني توفيق الحكيم كلها كانت كتب جميلة وحلوة ومن كلاسيكيات الأدب والفكر المصري لولا ان خلتي كانت محبة للقراءة وتعشق القراءة بنهم تقرأ كل حاجة واي حاجة ولولا وجود الكتب دي في مكتبتها في بيت جدي ما كنتش قاريت الكتب دي ما كنتش اتطلعت على الفكر ده ما كنتش كمان اتعلمت القراءة حب القراءة ما كانش لازم انها هتقولي اعودي اقري اعودي اقري اعودي اقري لأ كان مجرد ان انا اشوفها بتقرأ ده كان بيشجعني ان انا كمان اتحب كتاب واعد اقراء وزي ما هي اعلمتني حب القراءة خالي مثلا اعلمني حب القراءة للأدب البوليسي شارلوك هولمز اجاثا كريستي كل كتب السلسلتين دول كانت الكتب بتاعته وكانت موجودة في بيت جدتي فكنت بقراها فتعلمت من خالي ومن خلتي حب القراءة وده يعني مش هقدر اوفي باي كلام امتناني لفضلهم لفضلهم في انهم علموني وحببوني في القراءة القراءة فرقت تماما تماما في حياتي فتحت لي افاق وعوالم ادتني مفردات ادتني افكار شجعت مخي ان انا افكر بطريقة مختلفة ان انا اقرر لحياتي ما صار مختلف مش بس كده لما قابلت زوجي وهو كمان قارق نهم ومحب للفكر تلاقينا مخي كان على مستوى الادراك اللي ممكن يصل لمخه وادراكه ما كنتش في لحظة من اللحظات حاسة ان انا اقل منه او اقل من اي حد في اي مجتمع كنت بكون فيه عمري ما حسيت ان انا اقل من اي حد اه انا معرفش كل حاجة في الدنيا ولكن حب القراءة اداني مش عايز اقول سن التواضع لان ده حيبقى برضو براجين كده وبصوا علي وشوفوني مش هو ده اللي اقصده اللي اقصده ان الديني حتة كريوستي حتة فضول محمود ان انا لما اسمع حد بيتكلمه وكلامه يبقى حلوه وموزون اسكت واستنى اديني اديني اكتر انا عايز اعرف اديني المعلومات اللي انت تعرفها اديني الافكار اللي انت تعرفها وانا معرفهاش دي حاجة الحاجة التانية مثلا اللي تعلمتها من خالة تانية درس صغير جملة صغيرة وموقف سهل وبسيط جدا 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 حصل يمكن وانا في سنوي وبيت عندها وهي نفسها ممكن ما تكونش فاكرة الموقف ده ولكن الموقف ده اثر جدا 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 في حياتي واثر في علاقتي مع زوجي بعد كده كنت بايتا عندها وبعدين حنان الوقت اتأخر تعالي اتغدي وانت ياخلته قالت لي لأ انا هستنى عمو الله دب ليه ما ناكل وهو لما يبقى ييجي يبقى ياكل تاني لوحده ياكل لوحده ايه المشكلة قالت لي لأ قالت لي حنان وقت الاكل ده مع بعضينا وقت مقدس قالت لي انا مجغولة وهو مجغول وما بنشوفش بعضنا واليوم بياخدنا في مشاكل نحلها في ناس عندها مشاكل متعيشين معاهم وبنحاول نحلهم مشاكلهم عندنا احنا مشاكلنا الصحية والمادية وخلافه الوقت اللي بنقعد ناكل فيه مع بعض ده هو ده الوقت اللي بيحسسنا اننا زوجين وان احنا فيه بيننا علاقة اكبر من المشاكل والدوشة وزحمة الحياة اعودي انت يقولي لكن انا هستنى لما ييجي ومن يوم ما تجوزت وانا بطبق الدرس اللي انا تعلمته من خلتي في بيتها وانا بيت عندها وانا لسه طالبة في سنوي على حياتي مع جوزي من يوم ما تجوزنا ومع اولادي كمان كنت دايما حريصة ان احنا على الاقل على الاقل لازم ناكل وجبة مع بعض في اليوم ونقعد وما يكونش فيها ميكونش فيها حاجة تلهين عن بعض في ايام كتير بنقعد انا وجوزي والولاد نتفرج على فيلم مع بعض نتفرج على حاجة وده بنعتبره نوع من الفاميلي تايم وقت الاسرة مع بعضها ولكن في وجبة تانية لازم نبقى مع بعض مفيش سيلفون مفيش تلفزيون مفيش اي حاجة تلهينا عن ان احنا نبقى مع بعض وناخد وندي ونتكلم ونحكي ونفتكر قصص قديمة نفتكر حاجات قديمة اعتقد ان ده مهم جدا جدا ان وقت الاكل ما يبقاش للاكل حتى عندنا النبي عليه الصلاة والسلام قال اتكلموا على الاكل حتى ولو تقولوا الاسعار بتاعت الاسلحة السيوف بتاعتكم ده ليه وقت الاكل ده هو الوقت التجمع ودايما الاكل يعني بيحسسنا كده بنوع من الدفا ان احنا مقربين لبعض ان احنا بنأكل نفس الاكل مع بعض بنحس بنفس الطعم مع بعض وقت الاكل للأسف في بيوت كتيرة بيبقى وقت الخناق وقت ان كل واحد ملهي عن التاني لكن من ساعة ما الولاد كانوا صغيرين حبيت انا وزوجي ان وقت الاكل ده يكون وقت لطيف وقت جميل وقت نضحك فيه ما نعتبش بعض ما نتخنقش ما نشدش ومش هقولكم ده بيحصل طول الوقت ولكن احيانا لما ييجي موقف ونلاقي نفسنا بنشد مع بعضينا اوبس وقف ابتدي من اول وجديد ده درس صغير تعلمته من خلتي ولكن قد ايه كان مؤثر في حياتي الدرس التالت اللي تعلمته من خلتي التالتة برضو كنت صغير وكان ليه رأي ما وعشان اقوله بثقة وسط الكبار دول كلهم كان الموضوع فيه خوف فيه رهبة في نفس الوقت انا عايزة اقول رأي ساعتها كلمتني وقالت لي بصي لو ليكي رأي لازم يبقى عندك القوة الكافية انك تدفع عن هذا الرأي اوعي تقبلي انك تعملي حاجة ما انتيش عايزها وإلا حتتحملي تابعة الامر ده طبعا انا مش فاكرة بالضبط كل الكلام اللي هي قالته لي لكن هو ده الدرس اللي انا تعلمته منها ان لما يكون لي رأي ولما يكون لي رغبة ما سواء ان انا اعمل حاجة او ان انا ما اعملش حاجة لازم ادافع بقوة وده امر يتطلب شجاعة كبيرة جدا ومش حاجة سهلة ومش من يوم وليلة حنتعلم ازاي ندافع عن قراءنا لكن اهم حتة بقى في الدرس اللي علمت هوني قالتلي وانتي بتدافع عن رأيك ما تزعيش ما تتخنقيش اتمنى اتمنى ان انا انفذ النصيحة دي في كل مرة يقابلني فيها موقف حابة ان انا اعبر فيه عن رأيك لان للأسف قابلتني مواقف في حياتي عبرت عن رأيي بحدة وبشدة وبصخب وبصوت عالي وكانت النتيجة مش حلوة فده برضو درس لسه بحاول اتعلمه ولكن انا فاكرة كويس قوي الموقف ده وفاكرة تحذرة هالية وهي بتقول لي ايه ويتعملي حاجة انتي مش عايزة تعمليها هتفضلي طول عمرك تتعذبي بالاختيار ده وبانك موقفتيش في لحظة تقولي انا مش عايزة ده ده درس تاني مهم جدا جدا اتعلمته من خالة من خلاتي في موقف مش هقولكو بسيط ولكن في موقف عابر حصل وهي كانت موجودة فيه وقالتلي الكلمتين دول الخلاصة هنا ان اريبنا اصحابنا اصحاب ابهاتنا وامهاتنا جيراننا كل دول ناس عندهم خبرة في الحياة مختلفة عن خبرتنا في الحياة مش هقول ان احنا نسمع لهم مية في المية مش هقول ان احنا نسمع كلامهم مية في المية انا عمري ما كنت بسمع كلام حد مية في المية ومهما كان اللي قدامي كبير في السن كنت بسمع كلامه ولكن بدخله على العقلي الاول لان كبر السن مش معناه زيادة الحكمة ولا حاجة كنت باخد الكلام ده وفلتره وغربله وقلبه في دماغي مرة في مرة في مرة عشان اتأكد ان الكلام اللي بيقوله هذا الشخص او اللي بتقوله هذه الانسانة مناسب لي والظروفي والتركبتي وتكويني وشخصيتي اتعلمت اني زي ما تعلمت دروس من جدتي اتعلمت دروس من خلاتي اتعلمت دروس من والدتي الزكاء هنا ان كل واحد فينا يفكر في الدروس دي وفي العبر دي ويبتدي غرب الكده الزاكرة ينفض التراب على الحاجات اللي اسمعناها من الاخرين ويبتدي يفكر فيها على فكرة الحاجات دي ممكن يكون لها تأثير حلوة قوي 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 على حياتنا اتعلمت من جدتي ان زي ما قمني امتداد ليها برضو خلاتي امتداد ليها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر